بسم الله الرحمن الرحيم زيكم عاونيني يا رب تكونوا بخير في مضبخ مهمو تيت هنعمل مع بعض النهاردة الجندفلي من اول التنضيف لغ vayaة التسوية بطريقة سهلة و جاملة جدا طبعا في الكومنتات لما عملت الكابوريا جات لي اه كومنتات كتير ان احنا عايزين مؤكلات بحرية بطريقة سهلة وجميلة هنا عندي اعملنا الكابوريا وعملنا البولتي وعملنا اه نوع سمجتاني طبعا النهاردة هنعمل الجندفلي بطريقة سهلة وجميلة جدا مع بعض زي ما احنا شايفين اول حاجة طبعا بعد ما اشتري الجندفلي لما اجي اشتريه منقش التقيلة منه لان التقيلة ومقفلة قوي بتبقى عندي دي مليان رامل ما بتبقاش فيها لحمة ولا اي شيء لما انا ايها منقش التقيلة منها بعد ما جبت الكابوريا كده بنزل عندي معلقتين من الملح عليهم عصير اللامونة وبتلي انزل بكمية الجندفلي عندي طبعا لو الكمية كبيرة ده كيلو من الجندفلي لو الكمية اكبر من كده بتزود دي شوية الملح وزود الليمون وهنزل عندي بالمية بحيس ان انا انقع الجندفلي في محلول مكوناته ومية وملح ولمون ده بيخلي الجندفلي معايا تفتح وكمان اي رمل فيه يخرج عندي اه في المية دي وطبعا بنسبهم فيها حوالي ساعة كده وبعد الساعة هنرجع هنلاحظ ان لونه الميض غير انا عندي بعد ما سبته ساعة كده زي ما احنا ملاحظين لونه الميض غير وكمان الجندفلي معايا تفتح وبتدي اي رمل فيه بعد يبتدي يخرج وهنا عندي برضو اه في كتير من المطاعم او معظم المطاعم او والشفات بعد المرحلة دي ان احنا بنقعه بياخده يشتفه على طول على التسوية طيب هنشوف المرحلة اللي بعدها في طريقة التنظيف ان انا بنضافه ازاي وايه اللي بيخرج منه وانتو هتحكموا بنفسكو هل ينفع ان احنا نسويه من غير لما نضافه كويس ولا آآ لازم ننضافه بالطريقة دي هنا عندي طبعا الجندفلي زي اي كائن حي بيأكل وبيشرب يتغزى الى عملية اخراج لبطن فطبعا لازم نخرج الحاجات دي منه لما نيجي ناكله آآ زي ما قرتلك في فيديو الكابوريا لما نضفتها وعملتها في فيديو واحد برضو اني لما نيجي ننضف الحاجة ننضفها بطريقة صحة عشان لما تيجي تكليها تكليها كده وانت مرتاحة ما تبقيش يعني آآ مش حابة تكليها او كده لكن لما تنضفها بالطريقة الصحة بتبقي حبة وبتستطعامي كده اكلها وبيبقى يطعمها في منتهى الجمال زي ما انتو شايفين كده شكل لون الجندفلي معايا فاتح جدا وجميل آآ طبعا انا حبيت اوضح التنضيف في فيديو في يعني في الفيديو عشان طبعا اي حد او اي بنتيات دخلين المطبخ لسه جايبين اول مرة يعملوا الجندفلي يعملوا بطريقة الصحة وينضفوه برضو آآ بالطريقة الصحة زي ما احنا شايفين كده الحتة اللونها اخضر دي هي دي اللي بتبقى فيها بطنها بنشيلها بنضغط كده ضغطة خفيفة بتخرج بكل سهولة كده وبنبتدي نشيلها بتتشال معانا آآ زي ما احنا شايفين كده طبعا انا حبيت اوضح لكو الطريقة اللي بنضف بيها وزي ما بنضف بيها في بيتي لولادي طبعا لما نيجي نضف حاجة البيت لازم نعمل حاجة الصحة ونضفها بالطريقة الصحة آآ ممكن بره مفيش عندهم وقت او مفيش عندهم طبعا مطاعم بتعمل كميات كبيرة فان هي تقعد بقى تنضف جندفلية جندفلية كده بالطريقة دي فطبعا عايزين وقت كبير جدا ومجهود عشان ينضفوا بالطريقة دي آآ فلا طبعا لما نعمل حاجة في البيت يبقى نعملها بالطريقة الصح وطبعا في ناس كتيرة برضو في حاجات كتيرة ما بيحبوش يكلوها بره فان احنا نعملها في البيت بطريقة صحة وجميلة زي ما احنا شايفين كده بتتنضف معانا بكل سهولة وبقى ريحتها وطعمها في منتقى الجميل عندي الجندفل بعد ما نضفت الكل الكمية بنفس الطريقة كده زي ما احنا شايفين هنبتدي بقى في التسوية ممكن تسويه على البخار آآ في مصفة وبعد كده تضيفي له الملح والكمون والتوابل اللي انت حباها آآ ممكن نسوي زي ما احنا نسوي مع بعض ونضف له شربة آآ ممكن زي ما احنا برضو هنسوي مع بعض نضيف التوابل وكل شي وناخده في الصينية ونبتدي نغال في الصينية بوراء آآ زبدة آآ وبعد كده وراء آآ الامونيوم ونبتدي ندخلها الفورن تستوي ويبقى برضو طعمها في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده كل الكمية الجندفل معايا بعد ما نضفتها واحدة واحدة بالطريقة دي زي ما شفنا مع بعض. لون هفاتحه جميل باجي بحل على النار بنزل فيها بمعلقة من الزيت. وهنزل عندي بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. وطبعا انا ما بحبش افرم التوم واشيله متخزن ومفروم. لا بشيله كده آآ صاحي كده زي راس راس كده. وببتدي عندي اقشار وقت ما استخدمه. انا بحب الطريقة دي ما بحبش افرم التوم وهو جديد واشيله مفروم. بحس ان الطريقة دي اطعمه احلى. آآ باجيب عندي معلقة من التوم معلقة من الكمون ومعلقة وفلفل حامي. هو معلقة من الملح. وبتدي نزل بهم كده تقلبهم تقلبة خفيفة. وعندي بصلة صغيرة. ببتدي افرمها برضو على التوم. بتدي ناكهة جميلة جدا. عايز اقول لك كل المكونات دي توابل مع البصل مع التوم. بتدي ريحة في منتهى الجمال. وطبعا الاسماك بتحب التوم والكمون. آآ يعني مش لا ما نقدرش ابدا نستخنى عنه في المأكلات البحرية. لان طعمه ناكهة رائع جدا بتديها للمأكلات البحرية. ببتدي عندي يقلبهم حوالي ديها بس على النهار بحيث ان هما يدون ريحة كده. مش عايزهم لا يغضوا لون ولا يحمروا ولا ايش يدبالوا كده ويطلع ناكهتهم. ببتدي على طول هنزل آآ بالجندفل معايا. على التوم والكمون. آآ والبصل والفلفل كده الشطة الحامية. بتدي عندي يقلبهم كويس جدا. طبعا الشطة اختياري بتبدي حب تضيفيها بتحب تشيريها بس هي بتدي طعم رائع جدا. آآ للجندفل معانا. ونبتدي نعلبه كده طبعا بعد ما الجندفل بينزل بينزل ميته كده على الكمون والتوم والبصل. فبتبتدي يستوي في المية دي. هنشوفها مع بعض بعد ما يعدي حوالي خمس زي كده. هينزل ميته. هوا اوضح لكم برضو المية دي عندي اللي بتنزل من الجندفل نفسه اهي. بنبتدي نسيبه يستوي فيها حوالي تلت ساعة ما بيخدش اكتر من كده. طب لو عدت يعني قبل ما يتيجي التلت ساعة وبنزل عندي آآ بعصير الليمونة بس بتبقى في الاخر في اخر مرحلة التسوية عصير الليمونة وعندي آآ بقدونس وعندي ويشابات وبتدي قلبهم كواس جدا. طيب لو عد عندي مثلا عشر دقيق كده ومية الجندفل نشفت بزود نص نص كباية او ربع كباية من المية يكمل تسوية فيها لحد ما يتيجي التلت ساعة كده. ونقفل عليه يكون عندي استوى في منتهج جميل لما نجي نقدمه بقى آآ نكسر اللون كده بحبة فلفل حبة طماطم كده شرايح الليمون آآ نبتدي نقدمه زي ما احنا شايفين كده لو حبة شربة بتضيفي كوبايتين من المية يستوي مع الجندفلي ويبقى كده تقدميه مع الشربة بس بتزودي حبة كمان من الملح. وده شكل الطبق معي النهائي بعد ما استوى قدمته بالشكل ده مع حلقات الطماطم مع شريح طماطم مع الليمون مع حلقات من الفلفل طبعا اتمنى يكون الفكرة الفيديو النهاردة عجبتكو لو عجبتكو ما ننساش لايك والسلام ورحمة الله وبركاته